أعلنت شركة ميتا أن بيانات اعتماد حسابات ما يقرب من مليون مستخدم على فيسبوك ربما تكون قد تعرضت للاختراق بسبب مشكلات أمنية مع التطبيقات التي تم تنزيلها من مجرى أبل وغوجل بلاي وقالت شركة المالكة لتطبيقات فيسبوك أنها حددت أكثر من 400 تطبيق خبيث يعمل على نظامية تشغيل أندرويد وآي او اس هذا العام تستهدف مستخدمي الانترنت لسرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم بدورها قالت منصة فيسبوك التابعة للشركة أن التطبيقات عملت عن طريق التنكر في هيئة محرري صور أو ألعاب محمولة أو متتبعات للأنظمة الصحية قررت شركة ريفيون للسيارات الكهربائية سحب جميع المركبات التي أنتجتها تقريبا لتحسين إغلاق أحد الأقفال في التعليق الأمامي للمركبة يشمل هذا الاستدعاء نتائي عشرة ألف ومائتين واثنتين عشرة شاحنات بيك أب كهربائية وعربة صغيرة وسيارات ربعية دافع وفقا لمخاطبات الشركة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة وأرسلت شركة تصنيع السيارات الكهربائية المدعومة من أمازون رسائل إلى عملائها لإبلاغهم بهذا الاستدعاء في خطوة أعادت الجدل حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي وخوارزمياتها على المراهقين أشار القضاء البريطاني إلى وجود رابط بين انتحار مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 14 عاما عام 2017 تدعى مولي رسل والمحتوى الذي شهدته على الشبكات الاجتماعية هو ما أكده أحد الأطباء الشرعيين في لندن وكان والد الفتاة قد أوضح في وقت سابق أن ابنته شاهدت محتويات كثيرة تتحدث عن الانتحار والاكتئاب وإذاء النفس على الشبكات الاجتماعية وخصوصا منصتي إنستغرام وبينترست يذكر أن هذه الفتاة كانت قد غردت قبل نحو أربعة أشهر من وفاتها عبر حسابها على تويتر الجميع أفضل حالا بدوني أنا لا أنسجم في هذا العالم علاقت شركة ميتا المالكة لكل من تطبيق فيسبوك وإنستغرام علاقت حساب المغني الأمريكي كاني ويست على تطبيق إنستغرام ما دفع الفنان للعودة إلى نشاطه على تطبيق تويتر بعد عامين من عدم استخدامها المنصة من جهته رحب أغنى رجل في العالم ألون موسك بعودة كاني على المنصة وبحسب شركة ميتا فإنها اتخذت قرار فرض قيود على حساب كاني على تطبيق إنستغرام لأن محتوى لا يتطابق وقوانين وسياسة الشركة وأكد المتحدث باسم ميتا أن محتوى كاني على إنستغرام تنتهق أو ينتهك قوانين الشركة علما أن هذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها حسابات المغني والمصمم الأمريكي فسبق أن تم فرض قيود على حسابه لمدة 24 ساعة خلال شهر مارس الماضي